اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن العلاقات البحرينية البريطانية ماضية نحو المزيد من التطور والزهار في إطار رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومساندة صاحب سمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله نعم جاء ذلك خلال لقاء سموه مع سعادة السيد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا حيث أشاد سموه بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكتين الممتدة منذ سنوات طويلة ما أسهم في تعزيز أطر التعاون والتنسيق في مختلف المجالات وأضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن مملكة البحرين ترتبط بتعاون وثيق مع بريطانيا في العديد من المجالات مما يسهم في دعم واستقرار المجالات المختلفة لدى المملكتين منوها سموه بجهود السيد بوريس جونسون في مواصلة العلاقات المشتركة بين المملكتين وخلال اللقاء بحث سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مع السيد جونسون العديد من المواضيع في عدة مجالات والسعي لمواصلة تعزيز المجالات المشتركة بين مملكة البحرين وبريطانيا بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها